إجابة السؤال الحداشر من الامتحان الاسترشادي لوزارة التربية والتعليم نهاية عام 2024 الفيزياء تانية ثانوي السؤال الحداشر بيقول إذا علمت أن الكيلو جرام العياري هو كتلة استوانة من سبيكة من معدني البلاتينيوم والإيريديوم قطرها 39 ملي متر وارتفاعها برضو 39 ملي متر لذلك تكون كثافة مادة السبيكة هي علما بأن باي هي ثلاثة واربعتاشر من مية السؤال مباشر جدا وإجابته إن شاء الله تكون أبسط ما يكون إن احنا عارفين إن الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم كويس طيب الكتلة هو قال إنه عن كيلو جرام واحد كيلو جرام هو قال كيلو جرام العياري أما الحجم تعالوا نشوف شكل المجسم اللي عندنا هو عبارة عن استوانة قطرها 39 ملي متر وارتفاعها 39 برضو ملي متر الحجم هجيبه إزاي؟ هجيب إن أنا أجيب مساحة الدايرة ديت وأضربها في الارتفاع جبت الحجم طيب الدايرة دي مساحتها بإزاي؟ مساحة الدايرة هو طه نقطة ربيعة باي في نصف القطر تربيعة يبقى هنقول إن الارية بتساوي باي بتلاتة وأربعتاشر من مية نصف القطر 39 على اتنين لأنه ده القطر واحنا عايزين نصف القطر بس نصف القطر هنا بالملي متر احنا عايزين بالمتر بس فعلشان نحول من ملي متر لميتر بنضرب في عشرة قصة نائس ثلاتة كده احنا جبنا نصف القطر طب هو طلب نصف القطر ولا طلب نصف القطر تربيعة؟ يبقى طلب نصف القطر تربيعة كويس كده? كويس. هيطلع عندنا الاريا. هنمسك الاريا دي هنضربها في في اللي ما هنضرب نمسك المساحة دي هنضربها في الارتفاع. يمدينا الحجم لاننا عندنا عارفين ان الحجم هو المساحة في الارتفاع. المساحة عندنا جبناها. فضل الارتفاع. الارتفاع تسعة وتلاتين ملي متر. برضو احنا الارتفاع بتاعنا مش عايزينه بالملي متر فهنعمل ايه هندربه في عشرة قص ناقص تلاتة عشان يدينا بالمتر ندرب القل في الايه نحصلنا على الفوليوم يلا نشوف حاصل الضرب هيكون بكام اللي هو الفوليوم يعني النتيجة طلعت اربعة وستة وخمسة وستين من مية فعشرة قص ناقص خمسة متر مكعب الحجم طلع اربعة وخمسة وستين من مية فعشرة قص ناقص خمسة متر مكعب يبقى هنا هنحط قيمة اربعة وخمسة وستين من مية فعشرة قص ناقص خمسة معنى كده من الكثافة كام واحد وعشرين الف ربعمية خمسة وسبعين وواحد من عشرة كيلو جرام لكل متر مكعب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة